على قدم وساق تجري عمليات إعادة إعمار قطاع غزة وتفعيل البنى التحتية والعمل على تأهيل الطرقات هي مجموعة من الخطط التي امتدت حتى طالت قطاع الكهرباء الذي أعلنت سلطة الطاقة بخصوصه عن استكمال العمل على محطة كهرباء مصرية تمد قطاع غزة بكهرباء تصل إلى 50 ميجاوات أشقاء المصريين ساهموا مساهمة فاعلة في موضوع البنى التحتية وإعادة الإعمار وهذا شيء نتطلع أيضا له في المستقبل 50 ميجاوات ستكون مساهمة مهمة جدا من الأشقاء المصريين باتجاه قطاع غزة أنه هذا سيؤسس خلال الأعوام القادمة إلى إمكانية أن تكون هناك شبكة إنارة متكاملة إلى جانب محطة الكهرباء أعلن عن مشروع إنارة شارع الرشيد الساحلي الذي يربط محافظات قطاع غزة والذي يعد أهم الشوارع السياحية التي ما عاد يحتمل تطوير مرافق القطاع بناء على احتياجات سكانه تجاهل ظلمته يعني المبادرة المصرية ليس جديدة على الشعب المصري والدولة المصرية في داعم ومساند الشعب الفلسطيني فأعمار السنين هي داعمة ومساندة للشعبنا في الخمسة عشر سنة عنينا كتير رسمي فيها جسد قطع ومجتش ومجتش وكهرباء قليلة بعمل يعني معروف كبير يعني بدون نزلونا خمسين ميجا إحنا اللي بناخدها ثلاثين تمام؟ تيجي ثمان ساعات فما بالك كمان خمسين ميجا إذن هي خطوات انتظرها قطاع غزة وقد آن الأوان للعمل عليها في الحقيقة قد لا تتضح أهمية الأمر في النهار طالما أن الشمس تنيد الأجواء لكن كيف يبدو شارع رئيسي كهذا بعدما يخط الظلام طريقه إلى فضائه فارق كبير بين الظلمة والنور نشعر بالحاجة إليه كلما اقتربنا من الطرقات المظلمة غير المؤهلة ونلمسه في بعض الطرقات الرئيسية التي تضج بالحيوية لتأتي مشاريع الإنارة نابضة تزين مدينة يتسارع سكانها بحثا عن ملامح الحياة منعك الأكسترانيوز غزة